نحن في الحقيقة هذه الوثيقة بالباكالورية من تكون نتائج والنتائج التي تم الإعلان عليها يوم 19 يونيو من تكون نتائج هالتلاميط يريد أن يصلوا بالورقة بالباكالورية في المدة التي يقيلها لأن هذه الورقة هي التي تساعدهم بشيء الملفات ديالهم في داخل الوطن أو خارج المغرب وهذا تجعل بأن هذه العملية إذا نريد أن نقص من الوقت الزماني الذي هو ضروري لكي نعطيهم نسلمهم هذه الوثائق رغم يمكن أن يكون هذه الأشياء كان على السعيد الجهاوي بعد المدارة تدوزوا ثلاث يام أو أربع أيام هم ستوقعوا نعطيكم مثال الدار البيضاء كانت توقع على ستين ألف في ثلاث يام أو أربع أيام وهذا تجعل بأن نقص واحد المدة التي لا يمكن أن نقص منها هذه العملية ستساعدنا لنقص من الأجل لتسليم هذه الوثائق ثانيا ستساعدنا أيضا لنقص من الإمكانات لتزوير هذه الوثائق هذه الوثائق هي الأوراق التي تكون من من البنك المغرب الأوراق ستكون على السعيد الجهاوي ستكون فيهم واحد الكوير كود التي ضمن كل المعلومات وفيهم من طبيعة الحال هذا ما يتم عندما كانت استعمال هذه الوثائق ستكون تمت المراقبة للسرعة وبعام السرعة وشغل المرد لأنا على هذا هذا أدفع وهذا مانوال وهذا ماشي إلكترونيك ولكن بعد هاد المصادقة سيخرجوا تيخرج الاتتستاشن تتخرج أترافر السيستم دروبوكشن هنخليوا التابع ديال الأكاديمية ليهو التابع العادي ديال الأكاديمية دوك ليتنغيروا هو بما تكونش سيناتور مانوال هذا سيساعدنا باش هاد الوثيقة بعض الأحيان بعض الجامعات تطلب من الطلبة باشي بأن يديروا كوبيي سيرتيفي كونفورم ويراقبو وشنو هي الوثنتيسيتي دابا في المستقبل هاد العمارية كلها مكالة تتم عن بعد كل جامعة لا في المغرب ولا خارج المغرب مكالة دخل واحد المنصة لتدخل معطيات وهذا المنصة تتقل لها واش هاد الوثيقة كينا ولا مكيناش إضافة على هذا تال النتائج ديال الباكالوريا النتائج حسب المواد تهي غد تكون الوثيقة اللي هي مضمونة دما كنت تنضمنوا الوثنتيسيتي ديالها إذن هذا في الحقيقة غدي سهل على واحد العدد ديال الطالبة الليها ناجحين فهدا السميسو واحد العدد ديال العمليات اللي كانوا تيرقموا بها اللي هي موسيوات أخرى